أقدم زوج يبلغ من العمر 21 سنة على قتل جانينه بعد أن قام بطعن زوجته الحامل في شهرها الثامن والبلغ من العمر 19 سنة بواسطة سيف من الحجم الكبير بسبع طعنات في البوليدة مما أدى إلى وفاة الجانين وإصابة الأم جروح خطيرة ونزيف حاد حيث فر الجاني إلى وجهة مجهولة في حين تم نقل الضحية من طرف أعوان الحمال المدنية إلى مصلحة الاستعجلات بمستشفى فرانس فانو وخصب مرسل تليفزيون النهار فإن الضحية أجريت لها عملية جراحية ونحالتها خطيرة وغير مستقرة من جهة عناصر الفرقة الإقليمية لدرك الوطني تنقلت العين المكان وفتحت تحقيقا معمقا لتحديد سبب الحقيقي لقيام الجاني على طال زوجته والعمل على توقفه اشتركوا في القناة